اتهى معارفة زوكا أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس الوفد التفاوضي لحزب علي عبدالله صالح ميليشيات الحوثي بنهب خزينة البنك المركزي المقدرة بأربعة بليارات دولار جاء ذلك وسط حالة من الانقسام بين قوات موالية لعلي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي وذلك بعد تصاعد الخلافات بينهما وأكدت المصادر أن صالح استدعى قوات ونشرها في الجزء الجنوبي من صنعاء فيما وصلت تعزيزات جديدة لميليشيات الحوثي إلى شمال العاصمة الأزمة بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين في صنعاء تأخذ منحا تصعيديا يهدد بانفجار عسكري بين الطرفين فالرئيس السابق وبعد خطاب هجم فيه شركاؤه الحوثيين استدعى قوات من معسكرات تابعة له وبدأ توزيعها في الجزء الجنوبي والشرقي من العاصمة صنعاء إلى جانب نشر جزء منها في الطرقات الممتدة باتجاه منطقة خولان وسنحان مسقط رأسه ويخلو الجزء الجنوبي من ميليشيات الحوثي باستثناء المتمركزين في مقرات حكومية وبحسب مصادر في صنعاء فإن صالح استدعى أيضا مسلحين قبليين من قبائل طوق صنعاء وطلب منهم رفع حالة اليقظة والاستعداد للتدخل في الوقت المناسب وبالتوازي مع هذه التحركات وصلت مجاميع قبلية موالية لصالح إلى صنعاء في إطار الحشود لمهرجان السبعين الحشود القبلية التي دخلت كانت برفقة شيوخ من قبائل خولان وبلاد الروس فيما لم تنجح ميليشيات الحوثي في اعتراضها تحسبا لأي رد فعل من تلك القبائل بالمقابل وصلت ميليشيات حوثية إلى صنعاء وبدأت الانتشار في شوارع الجزء الشمالي من صنعاء واستحدثت نقاط تفتيش في الأحياء السكنية والشوارع الفرعية ويقول السكان إن فرقا عسكرية حوثية تجول في شوارع صنعاء ليلا بشكل مستمر وعلى غير العادة إذن الأزمة بين حليفي الانقلاب تأخذ مسارا عسكريا بعد أيام من تصعيد خطابي جعل صنعاء في حالة انقسام عسكريا وجغرافي فقوات صالح تبسط يدها على جنوبي العاصمة فيما تتمركز معظم ميليشيات الحوثي في شمال العاصمة ويتعزز هذا الانقسام مع اقتراب موعد المهرجان الذي ادعى صالح لإقامته في ميدان السبعين قلب صنعاء الخميس المقبل بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام